وخلال المؤتمر الصحفي أعرب مدبولي عن أمله أن يحقق المؤتمر الاقتصادي الأهداف المرضوة منه لمستقبل الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط في كل القطاعات الرئيسية كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستمارات الكلية بالدولة يمكن من شهر مايو وقلنا أن نحن عايزين على مدار الثلاث سنوات القادمة يبقى نصيب القطاع الخاص من إجمال الاستثمارات الكلية يتجاوز الستين في المائي فده هدف إحنا كلنا بنشتغل عليه هنا يعني الربط مع المؤتمر كيف نحقق ذلك ويبقى فيه توفق مع القطاع الخاص نفسه هو اللي يقول لنا عشان نحقق كلنا وما نصبه إليه في هذا الموضوع من تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات كلها طب نتحرك إزاي إيه هي التحديات اللي هو شايفها وإيه الرؤل عشان نتجاوز هذه التحديات وإيه الخطوات اللي هو شايف من وجهة نظره الحكومة لازم تاخدها عشان نحقق هذا الهدف ترجمة نانسي قنقر